وينضم لنا من واشنطن مراسل الغد عمر محمد أهلا بك عمر عمر نتذكر في المناظرة الأولى أن جو بايدن قد تهمه ترامب بتناول المناشطات وأجبره على التحليل هذا ما رفضه في البداية جو بايدن وترامب وجو بايدن اليوم يرفض المشاركة مع ترامب بسبب إصابة هذا الأخير بفيروس كورونا ما مصير هذه المناظرة التي يرفض ترامب أن تكون عبر النت ويرفض أيضا جو بايدن أن تكون حية أهلا منا أهلا حسين طبعا بالتأكيد ترامب يريد أن يعود بقوة إلى زاحة المناظرات وأن قبول ترامب بأن تكون المناظرة افتراضية عبر الانترنت هذا دليل اعتراف أنه من تسبب بهذا الخطأ وحرم ملايين الأمريكيين من مشاهدة هذه المناظرة على طبيعتها فبهذا سيرجح كفة بايدن على حسابه منذ الفقر الأولى خاصة إذا معلمنا أن بايدن يرفض مواجهة ترامب عبر المنصات الحقيقية وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا ويقول أنه سيقبل بما يقوله الخبراء وها قد قالت الهيئة المنظمة لهذه المناظرات أنهم سيذهبون إلى خيار الواقع الافتراضي أو يذهبون إلى خيار المناظرات عبر الانترنت هنا جو بايدن يريد القول أن دونالد ترامب هو من تسبب بهذه المشكلة وهذه الأزمة وهي أزمة فيروس كورونا خاصة إذا معلمنا أن المناظرة ستكون في الخامس عشر من أكتوبر ما يعني أن هناك يومين آخرين على فترة الحجر أو العزل الصحية التي يفترض أن يقضيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عاد إلى المكتب البيضاوي غير ملتزما بهذا العزل حيث قال أنه لا يعتقد أنه معدن في هذه الفترة طبعا خلافا للتصريحات أو الأراء العلمية التي تتحدث أن المريض يجب أن يقضيه فترة عزل لا تقل عن أربعة عشر يوما وهذا عرضه طبعا لانتقادات شديدة من طرف الديمقراطيين وأيضا من طرف بعض الأمريكيين طيب كيف تبع عمر الأمريكيون يوم أمس يعني المناظرة التي كانت بين نائبين رئيسة نعم هناك مقارنة ظهرت على الساحة بين كامالا هاريس وبين مايك بينس هو أن كامالا هاريس بظهورها التاريخي كأول امرأة من أصول مهاجرة أفريقية هندية على المنصة بالمناظرة هذا أمر تاريخي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فضل عن أنها هناك رأي يقول أنها عبرت عن رأيها وعن كامالا هاريس بشكل جيد ليس فقط عن ما يطمح إليه وما يقوله جو بايدن لكن هناك رأي يقول أن مايك بينس كان ترجمانا لما يقوله دونالد شرامب ولم يعبر عن نفسه هناك ما يرجع أن الأمر بسبب صلاحيات نائب الرئيس المحدودة جدا جدا التي يمنحها الرئيس حسب بعض المهام التي توكل إلى نائب الرئيس بينما رجح آخرون أن كامالا هاريس بهذه الحيوية كونها تعلم أن المهام التي ستلقى على عاتقها أكبر من أن تكون نائب رئيس نمطي فيما لو انتخب جوزيف بايدن تبعا لسن الرجل سن جوزيف بايدن ثمانية وسبعين عاما هناك من يقول أنه حتى لم يكمل الفترة الرئاسية الأولى فسيحال الموضوع إلى كامالا هاريس فلهذا عمد الديمقراطيون إلى اختيار كامالا هاريس كونها امرأة قوية ومتمرسة في الكونغرس وأيضا كانت مدعي عام لفترة طويلة فهي بمواجهة مايك بينس كانت قوية بما يكفي لتعبر عن إرادة نائب الرئيس وليس فقط الرئيس أو المرشح للرئاسة شكرا جزيلا لك من واشنطن مرسل غد عمر محمد